أنا عايزة أعمل العملية وبسمع أني لها مضاعفات كتير وممكن تسبب لقدر الله الوفاة وخايفة جداً أعمل العملية أنا الدكتور وايش علان استشاري جراحات السمنة والمناظر أي تدخل جراحي أو علاجي لابد أن يكون ليه بعض نسب المضاعفات بداية من أرس الأسبرين أو البتادور مفيش عملية وفيش علاج آمن بنسبة 100% ولكن دايماً المنظور بتاعنا بيكون منظور كلي والإحصاب بتساعدنا في الأحيات دي إحنا عندنا المضاعفات النتيجة عن جراحات السمنة كلها على بعضها بتصل في نسبتها إلى 19% يعني 19% في كل 10,000 وعشان نفهم ده منقرنه بالجراحات التانية المتعرفة عليها مثلاً زي جراحة الزيدة مضاعفاتها قد تصل إلى 11 في العشر تلاف المرارة 14 في العشر تلاف الأرقام دي ما بتجذبش وبتورينا أن هذه الجراحات هي آمنة والدرجة الأمام بتاعتها قريبة جداً من الزيدة والمرارة لما نقارن ده بجراحة زي القيصرية نسبة المضاعفات فيها المضاعفات والوفيات اسمها تصل إلى 4 من 10% أو 40 في العشر تلاف هناك كنا بنقول 19 في العشر تلاف في جراحة تغيير مفصل الفخن مثلاً 63% يعني 63 في العشر تلاف فمعنى ده إن جراحات السمنة هي جراحات آمنة لكن لا تخلوا من مضاعفات وما فيش حد بتاعدية الشارع نفسها لا تخلوا من مضاعفات ولا قدرة لها قد تؤدي إلى حاجات مش لطيفة ما نخليش المنظور الأسود هو اللي يسيطر علينا وهو اللي يسوق لأن السمنة في حد ذاتها بترفع من نسب المرض والوفيات بنسبة 68 مش في العشر تلافة 68% وهبوط الوزن بيقل النسبة دي بنسبة 51% معنى ذلك إن السمنة في حد ذاتها السمنة بس لوحدها كده أخطر كتير جداً 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 من جراحة السمنة نفسها ما تخليش الخوف بتاعك يوقفك في مكانك بالعكس لازم دايماً تكون إيجابي وتبص للصورة ككل من منظور تفاؤلي اشتركوا في القناة